السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني وعزائي المتابعين والمهتمين باكثار الزيتون الحقيقة بهذا الفترة الاخيرة نشهد تطور الذكاء الصناعي بشكل يعني لا يمكن تخيله العقل يعني احنا خصا اللي يعني قشنا فترة طويلة لكن حقيقها يعني افكار عظيمة وافكار صارت سهلة بمتناول اليد من ضمن المواضيع هو انه اقترح علي اليوتيوب عبر القناة انه ليش ما اعمل او لماذا لا اعمل فيديو يخص اكثار او تصنيع الهورمون في البيت طبعا السبب هو انه اكثر اللي يشاهدون القناة هم بحثوا عن هذا الموضوع وبالتالي من ضمن الاقتراحات اللي اقترحوا لذلك موضوعنا راح يكون عن بكل بساطة هل يمكن تصنيع هرمون التجذير الاي بي اي في البيت لحقيقة العلمية الكاملة حقيقة بالفترة الاخيرة انتشرت كثيرا كثير من المقاطع اللي تدعي انه اكثار هرمون التجذير بالبيت بطرق بسيطة وسهلة وتعويض عن الهرمون وإلى ذلك من هذه الامور وخلت الناس يعني تتجه وكثير بدائل على انه هذه البدائل هي اللي يعني تكون قد تكون مكان او بديل للهرمون التجذير مثل يعني اللي هسة جاء نستخدم احنا في عقل الزيتون حقيقة طبعا رح من خلال تجربتنا طويلة مع اكثار العقل وخاصة الزيتون وكذلك ما ارفقه من مقالات وبحوث علمية فرح نوضح الحقيقة الكاملة لهذا وهل هذا الكلام دقيقة وهل هو آمن واين يمكن سر النجاح الحقيقي في التجذير طبعا بالبداية خلي ناخذ هرمون التجذير هرمون التجذير الاندول بيوتريك أسيد رقم ثلاثة اللي نستخدم منظم نباتي صناعي حقيقة يستخدم لتحفيز تكوين الجذور العرضية في العقل النباتية مثل هذه العقل عقل زين ويستعمل بتراكيز دقيقة جدا ومنث ما شفته حضرنا بالأربعة آلاف جزء بالمليون وعدك يعني بعضها أقل بكثير مثل اللي هو الأندول أو النفثالين أستيك أستيك فيستخدم التراكيز أقل بكثير طبعا هرمون آي بي أي طبعا هو ليس مستخلص نباتي من النباتات بل هو مركب كيميائي يحضر في المختبرات هل يمكن تصنيع هذا الهرمون بالمنزل من الناحية النظرية طبعا تحتاج حتى أنه من الناحية النظرية نعم تحتاج نعم ممكن ذلك في مختبر كيمياء متكامل وتحتى إشراف مختصي لكن من ناحية العملية في المنزل طبعا مستحيل ذلك يكون الأسباب طبعا أولا أنه هو مواد كيميائية يحتاج أصلا مواد كيميائي غير متوفر يحتاج مذيبات عضوية ويحتاج الكثير من الأمور اللي يعرفوها الكيميائيين والناس المختصة بالتالي أي خطأ بسيط في التركيز أما رح يفشل لك العقل أو يعني يفشل عملية التجذير أو رح يحرق عادة العقل وبذلك كذلك يعني ما يمكن ضمن يعني تضمن نقاوة أو ثبات لهذا الهرمون لإلا في معامل مختصة وبذلك أقولكم أنه محاولات التصنيع المنزلي لهذه المادة حصرا هي مخاطرة حقيقة بلا فائدة حقيقية طبعا قبل فترة أحد الأخوان أحد الأخوان الأصدقاء الأعزاء أكد عليه أنه هذه مواد مدام هي مواد مجذرة إذن هي من المواد اللي يعني تستنسخ الخلايا وبالتالي هي مواد مصرطنة الوهل الأول حقيقة يعني أرعبني الأمر خصوصا أنه يعني العاملين عدنى لا يستخدمون الكفوف طلاقا الكفوف مختصر تخنقهم هو حاطط على عامر الكفوف تخنقهم ما يستخدمون الكفوف نهائيا زين آني ولا الكمامة إذن كيف شون أقدر أقنع العامل في هذا الموضوع والحمد لله رب العالمين أنه هي منظمات نمو ليسوا مواد مصرطنة بحد ذاته عند الاستخدام الزراعي والاستخدام وبالتالي هي كل التعاملات مع مواد بسيطة أو مذيبات أو محاليل أو بودرة مثل هذه هي بعيدة عن الاستخدام الخطر لكنه مع ذلك لا ننصح باستخدام أي مادة كيميائية أو مبيد فطري أو حشري بدون استخدام الواقيات لأنه بالتالي هذه كلها رح تأثر على الإنسان وإن كانت غير مواد مصرطنة لكنه بالمجمل سنة بعد سنة يوم بعد يوم هذه المواد تتراكم وممكن تسوي كارثة لذلك دائما نصيحتنا للعمال أنه لا تحمل صحتك لكنه حقيقة لا حياته لمن تنادي لذلك يجب استخدام هذه المادة بحذر ودراية حتى تكون بعيدين على الخطط لذلك ما هي البدائل اللي ممكن نستخدم حقيقة البدائل يعني ذكورة بعض الأبحاث بدائل كثيرة ومن ضمن ماء الصفصاف أو ماء جوز الهند عسل الأوليفيرا هذه كل المواد شوفوا أخوان هس رحصل شوفكم نسبة الرطوبة شلون صارت يعني المناظر مالك السلام عليكم شوفوا أخوان أول ما طبيت البيت هيش صار فمع دلالة على أن الرطوبة جيدة جدا هذا هو أحد أساليب اللي نفحص به الرطوبة على العموم يعني هذه المواد اللي أنا ذكرتها ومنها العسل منها القرفة ومنها كثير من هذه المواد وحتى الأوليفيرا أنه هذه مواد هل هي بدائل طبيعية نعم هاي مواد يعني نعم ولا هي ليست بدائل طبيعية لأنه هي محفزات حقيقة وعناصر مساعدة ضعيفة لكنها لا تقارن بيل أندول البيوترك أسد أو النفثالين أسدك أسد لا يمكن أن تقارن أي مواد مساعدة ممكن تساعد على التجذير لكن كي ليست كمنظم نمو يمكن استخدامها كعامل مساعد أو ظروف مثالية طبعا لا يمكن أن تكون بديل حقيقي للهرمون الصناعي لذلك لذلك خلي أنطيكم سر للنجاح بعيد عن الهرمون أخوان السر الحقيقي للنجاح التجذير وهذا الأساس اللي أنا أريد أتحدث عنه اليوم هو أنه نجاح التجذير لا يعتمد على الهرمون وحده بل يعتمد على عوامل مهمة جدا هذه العوامل ممكن بدون هرمون التجذير تنجح عندك زراعة عقل الزيتون وهذا موضوع مؤكد وصار عندنا عدة مرات كثيرا ما يعني انتهي عمل أو خلصنا مجذر واشتغلنا عقل بدون مجذر لكنه أكو أساسيات أهم من المجذر هذه الأساسيات هي اللي تخليك تنجح زراعة العقل أو لا وقد معه هرمون التجذير قد تفشل وبدون هرمون التجذير قد تنجح ولذلك أول شيء مهم هو توقيت أخذ العقلة الموسم الصحيح اللي دائما أنا ينصح به هو شهر بداية شهر عشرة خوان المناطق اللي بورودة يجب أنه يبدأ مثل شمال سوريا شمال عراق يجب أن يبدأ قبل واحد عشرة مناطق الجنوب مناطق بغداد والوسط وغيرها ممكن أن يبدأ بعد يعني منتصف شهر عشرة أو حتى واحدة هدى عشرة اللي إخوان اللي صور أنه موعد أنا بكرته لأنه الجو أريد أحصل جو بارد لا أنا أريد أحصل البرودة مع الحرارة يعني جوعة اللي يعتدل بالتالي بالشمال يعتدل الجو من شهر تسعة ممكن أما عندنا يمكن شهر عشرة يجوز بالجنوب شهره داعش ولذلك هنانا المهم أنه ألاحق على الحرارة الصيفية حتى المعتدلة حتى جذر لأنه درجة الحرارة يهمني أن تكون بحدود الأربعة وشهر ثانيا موضوع مهم آخر غير التوقيت اللي هو هو عمر العقلة طبعا أنت تأخذ عقل متخشب عقل فتية جدا مثل ما كثير يستخدموها هذه العقل لا تنجح العقل اللي هي التنجح هي اللي تكون بين ذلك عمر عمر سنة نصف متخشبة درجة الحرارة مهمة جدا لنجاح العقل كان يعني داخل البيت أو حتى أسفل العقل أسفل العقل مهمة جدا لكنه احنا ما نستخدم نعتمد على اللي الحرارة الموجودة أيضا الرطوبة مهمة جدا عامل الرطوبة أساسي جدا وشوفوا هنا الجماعة زادوا من عمليات يعني وشوفوا الرطوبة شكت حس هذا وليد دخلنا البيت بلاستيكي ضربه شوفوا شوفونا الرطوبة رطوبة هي أساس النجاحة أيضا رطوبة 85% أيضا عامل التهوية والأكسجين وتبديل الهواء وثم الري والضبابي وبعدين سد الأبواب يعني حاول أهوي وبدل الأبواب هذا عامل مهم أيضا كذلك مهم جدا النوع عندك والصنف الصنف مهم جدا ولذلك أنصح دائما للناس أنه تبدأ بصنف سهل التجذير نجاحك سهل التجذير يعكس أصلا بعدين نجاحك بباقي الأصناف الصعبة لا تبدأ دائما بأصناف صعبة التجذير وبعدين تفشل يعني محكم عليك بالفشل سهلة التجذير حتى مع فساد الهرمون وبدون الهرمون ممكن أنه تنجح إذا حد يعني إذا يعني اضبطت أو صارت الأمور الأخرى اللي ناولناها تكون مضبوطة لذلك دائما نقول وعدناها المزارع الخبيل قد ينجح بدون هرمون التجذير ومبتدأ قد يفشل معه حتى هرمون التجذير ولذلك إحنا حقيقة من واقع أكثر من عشرين سنة إحنا في اكثر الزيتون نجحنا في تجذير عقل غليظة شفتم الفيديو عمر سنة وسنتين وعشر سنوات وخمس تارطانات وأفرع مائية وكذلك أفرع غليظة أقطار حتى كبيرة جدا حتى إنجين لأنه ببساطة تعرف أنت شون تستخدم هذه الطريقة والتعامل ولذلك زراعة العقل أيضا استخدمنا ما استخدمنا بدون هرمون التجذير وبعض المرات كان هرمون التجذير كان فازد أو اكسباير لذلك إخوان إذا ردت تستخدم وتزرع عقل الزيتون يجب أنه تستخدم هرمون تجذير تجاري موثوق تلتزم تركيز الموصبه دائما لا تحاول زيد التركيز وكذلك أيضا المهم توقيت البيئة الصنف ولا تحاول تدخل يعني أمور أخرى القرفة والعسل وإلى ذلك والأمور والأوليفيرا هذا إخوان ودائما أكو بعض الروتكس وما غيره محفزات وليس منظمات هذه ممكن إذا عندك نمت الجذور تحفز لك تكوين جذور أكثر لكنه ليست هي اللي تطلع يعني تحفز الجذور ولذلك إذا أريد أختملكم الموضوع ببساطة إخوان دائما حاولوا تتجه على إنتاج العقل بدون تبحث عن وصفة سحرية يعني تأدي لك الموضوع بدون تعرف وأرجو يعني أنه لا تنجرفون وراء المحتويات اللي ما أخذ العلم كلعبة ويتكلم يميناً ويساراً بدون دقة معلومات ودون حقيقة علم غير صحيح تجذير علم قبل أن يكون مادة نجاح الحقيقي يبدأ عندك بالفهم الصحيح لعملية التجذير وليس من التجارب اللي يقومون بها كثير من الناس وأخوان حقيقة هناك كثير من ممكن تشوفون بعض الدراسات العلمية الرصينة اللي نشرت وأنه بحثت تأثير كثير من المواد الطبيعية يعني على دائماً استخدموا ليس الزيتون استخدموا مثل ممكن التين مستخدوين رمان لأنه بسهولة تجذير أكثر من الزيتون ولذلك اعتبروا بعض الدراسات أشارت إلى أنه أكومادتين زادت طول الجذور شوفوا حتى بالبحوث العلمية واضح زادت طول الجذور زاد العدد وليس مسألة التجذير لذلك